محمد ترك قريته إلى العاصمة حيث تقدم إلى عمل لكن ضعف إمكاناته المعلوماتية حال دون الحصول عليه لجأ إلى أحدى الجمعيات العاملة على التدريب في هذا المجال لتحسين قدراته وبالتالي فرص عمله يخضع لدورة علّها تنقذ مصيره وعائلته المؤلفة من زوجة وطفل هي الشغلة كمان بتبين من بعض ما ينقبل بشغله هذه الشغلة بتساعده خلال شغله يعني يعني بتكون أسرع بشغله وعنده productivity أكتر بالعمل مش مثل الأكونتنت القديم ليال طالبة جامعية أمن لها التدريب على تحسين قدراتها المعلوماتية عملا كمساعدة في الجامعة التي تدرس فيها هي الآن تعيل نفسها هي عطتني window of opportunity كبيرة لحتى أكون أسستنت بالجامعة وكمان بنفس الوقت بكرة أنا بس لا بدي أشتغل تعرف كل شي بحاجة للكمبيوتر ما بقى في شي هيك رولا التي تخرجت من الجامعة تطمح إلى العمل في مجال الإدارة تخضع للتدريب على استخدام الكمبيوتر ليقينها أن ذلك سيوفر لها ما تطمح إليه نحن بما أنه بعالم متطور وسريع جدا فلازم نواكب هيدا الشي كله لنقدر نكون الكمبيوتر تكون منيحة يعني قد يكون عندك أنت سيرتيفيكاتس قد يكون بتكون أنت كانددت يعني مفضل أكتر للشرق في غياب الاهتمام الرسمي تتحمل الجمعيات المدعومة خارجيا المسؤولية في تأهيل جيل الشباب في إطار برنامج محو الأمية الإلكترونية أو المعلوماتية عم بساهم بدور كبير بإيجاد فرص عمل للشباب وخصا بالقرى النائية لأنه غياب الرسمي للدولة اللبنانية هو أكثر بالقرى النائية من غيره الأمية لم تعد تقتصر على جهل الكتابة والقراءة ففي عصر الإنترنت بات يدرك الشباب أن تعميق معرفتهم بعالم المعلوماتية يزيد من فرص تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية وليام عزام لبرنامج اليوم على الحرة بيروت وللحديث أكثر عن هذا الموضوع برحب بضيفتاء المحامية عبير دبيان من مؤسسي شهادة ICDL أو الشهادة الدولية لقيادة الكمبيوتر في لبنان أهلا وسهلا فيك معنا عبير باليوم على الحرة بالبداية عبير يعطينا شوية معلومات عن واقع الأمية المعلوماتية في لبنان بالفعل الأمية المعلوماتية في لبنان نسبتها كثير مرتفعة على الرغم من أنه في كثير أشخاص وأفراد بيستخدموا الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بس هيدا منه مئياس للمعرفة المعلوماتية يعني المعرفة المعلوماتية ما بتنقاس باستخدام هيدول الأفراد لخدمات الإلكترونية على الكمبيوتر إنما هي الوعي المعلوماتي كيف يعني شو المئياس؟ الوعي المعلوماتي وقدرت هيدول الأفراد إنه يساهموا بالمجتمع الرقمي يعني يكون عندهم مشاركة فعالة بالمجتمع الرقمي يستخدموا التطبيقات والمهارات التكنولوجية بحياتهم اليومية إن كان على السعيد العمل أو على سعيد حياتهم الخاصة بالاجتماعية يعني مش مين ما دور الكمبيوتر وكتب شيء أو فتش على شيء هو خبير يعني هو إذا بيفهم بالمعلوماتية بس هي كلمة الأمي معلوماتية هي منها هي جديد التعبير يعني ترمت فينا نستعمله حتى علينا نحن يعني بيأخذ مني إكزامبل وكل الثلاثة رباعة اللبنانية بيفتكروا حالا أنه هني بيعرفوا يستخدموا الكمبيوتر وضلعين باستخدام الكمبيوتر بينما هذا الشيء هون بدي أستثنى أكيد الأشخاص يلي هني اختصاصهم الـ IT نحن النسبة اللي بنعرفها من الـ Word أو الـ Excel أو الأشياء اللي بنستخدمها يوميا ما بتتعدى 3% لـ 5% من عالم الكمبيوتر وبتكتشفى هذا الشيء لما تبلش تاخد برامج الكمبيوتر بتكتشفى قداش فيه يعني بالفعل بتكتشفى قداش فيه بعض أشياء بعيدة عنك أنت وما بتعرفيها طب عبير فيه مجهود القطاع الخاص يعملوا لمكافحة الأمية المعلوماتية وهل هالجهود جهود القطاع الخاص تحديدا لأنه نرجع نحكي عن القطاع العام جهود القطاع الخاص كافية برأيك هلأ نحنا هذه بدي أربطها بأمتى نحنا بلشنا هون لأن نحنا عم نخبر عن مشروع محو الأمية المعلوماتية وتحويل المجتمع اللبناني لمجتمع رقمي لقائنا كثير تجاوب إيجابة من مدارس الخاصة ومن الجامعات وبعض الكطاعات الخاصة والسنترز من المؤسسات الخيرية بس بعده يعني بعده نتائجه مش مرضية أكيد كمبير للعالم العربي للنتائج الحق الأقوى للعالم العربي بس هوني كمان بليس بدي استغل الفرصة وأشكر مؤسسات الخيرية مثل مؤسسات مخزومة يلي بالفعل رحبت بالفكرة ودعمت الإي سي دي أل وتبنت البروغرام وعندها مشاريع مستقبلية كتير مانا بشكر السيت مي ومسيو فؤاد على بالفعل التضحيط والدعم اللي قدموا للإي سي دي أل يعني كانوا من أول المراكز اللي تبنوا بروغرام عبير إذا نعرف المشاهدين على شهادة الإي سي دي أل شو هي وشو أهداف هالشهادة الإي سي دي أل هي مبادرة عالمية متطورة لتعلم مهارات الكمبيوتر ورفع مستوى المعرفة وزيادة مستوى الكفاءة باستخدام التطبيقات الشيء على التكنولوجيا لكل شعوب العالم هلأ هي شهادة دولية معترفية عالميا كمعيار أساسي لمهارات تكنولوجيا لمعلومات والاتصالات وأكيد بتبين كفاءة الشخص المتدرب ومهارته بمقاييسة دولية وعالمية عبير بدأت انتشارها تقريبا مش من كتير زمان حسب ما مرحبت منك نحن بدأنا بآخر أبريل بعد ما طبقنا السنة نسبة الانتشار نحكي عن نسبة معينة كيف هي النسبة هلأ هي بلشت بلبنان بلشت بالألفين وواحد مع كل الحملة اللي عملوها للبلدين العربية بس هلأ من وقت اللي مؤسسة الإي سي دي أل قررت انه يكون الى وجود بلبنان عن طريقنا يلي هي من سنة مثل ما قلتلك بلأ يعني انتشارها عم بيكون نتيجة بهذه السنة منيحة يعني صاروا لحده هلأ عشرين مركز معتمد من سميهم تبنوا البروغرام وعم بيقوموا بهذه النشاطات بس أكيد هذه ما نحكي بعدين قلتلي عن غياب الدولة بدي أسألك هون يعني فيه غياب للدولة اللبنانية هون أدي عم تتعاونوا مع الدولة اللبنانية لحتى يعني تطلعوا بهال بهالنتايج إذا فينا نقول نحنا يعني أكيد فيه مشاريع بينا وبين الدولة اللبنانية هلأ ما فيه هيدا التجاوب اللي فيك تقولي الجدة والإيجابة طب ليه ما هيدا هي يعني نحنا بدنا من هيدا المنبل بدنا ناشد يعني الحكومة بدنا ناشد رئيس الجمهورية بدنا ناشد الوزرات رئاسة الوزراء الوزرات هلأ اللي بدأت تشكل قريبا يعني إن شاء الله بزارة التربية الداخلية يعني أموها بس ندعم من قبل الحكومة لحتى نعطي نتايج مثل ما عطوا بالبلدان العربية التانية يعني شنا قصنا نحنا لبنان طول عمره لكن البلدان طبعا هو تسبق يعني بعدنا نتايجنا كتير غير مرضية وكتير بطيقة حتى محرجة يعني بعدين بخبرك شوية عن الاستاتيستيك قديش فيه نسبة يعني رح أزالك عن الأحصاءات مقارنة بالحكومات أو بالبلدان العربية بس مشاريعكم هلأ هيك باختصار لحتى نحكي عن الموضوع التاني مشاريعكم هلأ فيه شيء قريب شو هي مشاريعكم بالوقت القريب وبالمدى البعيد كمان هلأ بدأ أحكيك عن الكتاعة الخاصة أكتر إنه مشاريعنا فيه عندنا مثلا جامعات مثل الجامعة العربية يلي فرضت بروغرام الاي سي دي الممنوع أي طالب من عندها يتخرج بغض النظر عن الفيلد أو اختصاصه إلا ما يكون حامل حاصل على شدة الاي سي دي بتكون بهذا بهذا الخطوة عم بتساعد على تحويل لو من خلال الطلاب تحويل المجتمع اللبناني لمجتمع رقمي يعني هذه بلشتها عندي عنا كمان الان بي اي عنا مؤسسة مخزومة يعني كل المدارس كلهم عم بيقوموا بخطوات إيجابية وعم بيعملوا كل المجهود عبير بدي هيك يعني بسرعة بعد عندي دقيقتين بدي إذا عندكم أحصاءات حول المجهود إذا فينا نقول اللي عم تقوم في الحكومات العربية بموضوع الأممية المعلوماتية نعم بدأ لك خبرية يعني أنه مصر بالألفين وثمانه احتلت المركز الأول بالعالم من حيث عدد المنتسبين أو اللي أخذوا شهيدة الإي سي ديال يلي وصل بعدد قليل من السنين لمليون شخص مليون طالب وطالبة وبالفعل نوصف هذا الحدث بالتاريخ لأنه أول مرة بتاريخ الإي سي ديال والأي سي ديال دولة عربية بتحتل المركز الأول ما بدي أنسى سوريا السيرين كومبيوتر سوسائتي يلي كانت مدعومة مباشرة من رئيس الجمهورية عطوا نتيج جبارة ما بدي أنسى الأردن وكمان بدي أحكي بليس عن موضوع أنه بمصر ما بس وقف أو اكتصر اهتمامهم بالأشخاص العادية بالعاكس عندهم هلأ بروغرام خلال خمس سنين أنه يخرجوا مليون طالب وطالبة من زوية الاحتياجات الخاصة لا يخدوا شهيدة الإي سي ديال وهي سبقتهم كمان عليها بالأردن في عدد معين من المكفوفين حصة على الشهيدة أنا بدي أتشكرك على كل هالمعلومات اللي عطيت هنا إيها المحامية عبير دبيان من مؤسسي شهيدة الإي سي ديال بلبنان شكرا لمشاركتك معنا يعطيكم ألف عافية شكرا لمشاركتك معنا وأهلا وسهلا فيك معنا باليوم على الحرب